طيب بالنسبة بنا تكلمنا في السكر بالنسبة لمرضى السكر يعني من بارح كنت لسه باسمع الشيخ خالد الجندي قال ان مرضى السكر يقدروا يصوموا وان الحؤن لا تفطر يعني هو وان الانسولين ما تفطر اه بالضبط الحؤن لا تفطر طيب يكون صايم لفترة طويلة جدا ويجي ياخد حاجة مسكرة قوي ده مش ممكن يعمل له اقتلال في نسبة السكر في ده لا او حضرتك اللي سبب لان هو بيجي قبل المغرب يبقى السكر هابط فبنديله طمرة ممكن حضرتك تاخد ثلاثة العادي ممكن ياخد سبعة هو ممكن ياخد طمرة واحدة ميزة الطمرة دي ايه احنا لازم نقول انه هو ما ياخدش جرعة عالية من السكر على الفطار لا يعني ما يزيتش عن ثلاث ما يزيتش عن ثلاث طمرة مريض السكر عند الفطار ما يزيتش عن ثلاث طمرة حضرتك فيه ميزة للطمر يعني بيجي سيدنا رسول الله يعني حس على الفطار على الطمر احاجة غريبة جدا الطمر فيه 72% سكر نعم عشان كده بيتخن بقى لا بس فيه ناحية فندم فيه ناحية السكريات اللي موجودة فيه السكريات السوداسية اللي بتمتص دون هض مش عايز هض فيها جيليكوز وفركتوز ومنوز ويجالكتوز ودي كلها السكرية السوداسية دي تمتص بدون هض فبنجرد ما بتاكل الطمر بعد خمس دقايق ده يوصل للدم وعشان كده اللي عنده كومة سكر نتيجة نقص سكر احسن حاجة يدهاله الطمر طب واللي نخاف عليه ان يجيوله ارتفاع مفاجئ في السكر يعمل له برضو لا يبقى حضرتك لما تدي له طمر تدي له مثلا واحدة واحدة بعد الصيام يبقى اذا كان لو كان هو معتمد على الانسولين من الخارج لو هو بياخد الانسولين قبل ما يفطر عشان يشتغل الانسولين يبقى خلاص من الممكن ياخد كلام ده الكلام بيبقى محسوب اه مع الدكتور بقى هو اللي بيحطوه جدا هو محسوب يعني حضرتك في ناحية احسن حاجة في الدنيا الموائد الرحمن اللي بيتم في الحرم اه طبعا رائعا اعرف عدد الكليبية رب دي ارتبهان الا بالجانب الروحاني بتشوفي حضرتك هنا لما بيبقى في الحرم باكل الطمر باكل سبع طمرات وكوبات زبادي او اللبن الرايب الكوبات لبن الرايب تعرفي حضرتك ان الكلام ده انا خدت كل كفاية من العناصر الغتائية خدت بروتين خدت فيتامينات خدت املح معدنية خدت كربوهايدريت